مشاهدينا أهلا بحضرتكم عودا للأجواء الحارة من جديد بعدما شاهدنا انخفاض واضح في درجات الحرارة شعر بي المواطنين بالفعل ولكن هيئة الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة فماذا يحدث في طقس اليوم وماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية؟ هذا ما سنوضحه الآن من خلال هذه التغطية الجوية حالة الطقس هي الكلمات الأكثر انتشارا عبر محركات البحث بعد تعرض البلاد الأسبوع الماضي لموجة من الطقس شديد الحرارة جراء عمليات البحث المتزايد من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة اليوم على جميع المحافظات بعد عودة التحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الموجة الحارة القادمة وفي هذا الصدد حضرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس اليوم وكشفت عن توقعات درجات الحرارة اليوم قائلة أنه يسود الطقس اليوم ارتفاع في درجات الحرارة عودة الموجة الحارة نهارا على أغلب الأنحاء مضيفة أن الطقس اليوم على السواحل الشمالية يشهد ارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم وأيضا تابعت الأرصاد في بيانها عن حالة الطقس اليوم المتوقع ودرجات الحرارة قائلة أنه يسود الطقس جديد الحرارة على جنوب سيناء وأيضا على جنوب البلاد وأيضا أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس اليوم المتوقع على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بنحو ثلاث درجات مأوية وأيضا صرحت هيئة الأرصاد أن من المتوقع أن حالة الطقس اليوم سيكون معتدلا على أغلب الأنحاء مأل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء لافتة إلى أن هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء وفرص بطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومن جانبها صرحت الدكتورة منارغانا معضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم انخفاضا في قيم درجات الحرارة موضح أن درجة الحرارة اليوم أقل من المعدلات الطبيعية وأيضا أضافت أن البلاد تتأثر بمنخفاض جوية في طبقات الجو العليا وأن هذا سيساعد على تلطيف الجو وأن الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط وأيضا أضحت أن الأجواء في فترة النهار ستكون أجواء ربيعية ولكن في فترة المساء ستنخفض قيم درجات الحرارة وأن اليوم هناك نشاط رياح على أغلب المحافظات وأن سرعته ستكون بين 30 إلى 40 كم في الساعة وأيضا أشارت إلى أن نشاط رياح سيتسبب في طراب الملاح على البحر الأحمر ولذلك على الجميع توخي الحضر وأن هذه الحالة مستمرة للغد وأن درجة الحرارة اليوم ستسجل 31 درجة وأن هذا جو ربيعي ولفتت إلى أن البلاد متجهة لفصل الصيف ولذلك على المواطنين عدم التعرض المباشر لحرارة الجو وتناول المياه بكميات كبيرة ووضع غطاء على الرأس ونختتم مشاهدين مع حضرتكم تخطيتنا الجوية ببيانة بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات الجمهورية القاهرة العظمى 30 الصغرى 20 دوميات العظمى 27 الصغرى 20 بورسعيد العظمى 26 الصغرى 20 الإسماعيلية العظمى 31 الصغرى 24 السويس العظمى 30 الصغرى 21 العريش العظمى 26 الصغرى 19 مكملين مع حضرتكم أيضا رفح العظمى 25 الصغرى 18 كاترين العظمى 26 الصغرى 18 طابة العظمى 32 الصغرى 23 شرم الشيخ العظمى 36 الصغرى 26 سهاج العظمى 37 الصغرى 24 قنة العظمى 39 الصغرى 25 الأقصر العظمى 40 الصغرى 26 وأخيرا أصوان العظمى 40 الصغرى 26 وإلى هنا مشاهدينا بنصل لنهاية تخطيطنا طبعا بنشكر حضرتكم جدا على طيب المتابعة وإلى اللقاء